هناك خطأ شائع لدى البعض حين يعتقدون أن إقناع الآخرين يعني التأثير عليهم لرؤية الأمور كما تراها أنت لكن الطريق الصحيح هو التخلص من هذه الفكرة والعمل على فهم وجهات نظر الآخرين والتفاوض معهم للوصول إلى حل أو وجهة نظر مناسبة للطرفين وحتى تحقق هذا الأمر إليك مجموعة من الخطوات العملية والتي ستساعدك في تقوية مهاراتك في فن الإقناع وفي تطويرها من فنون الإقناع أعصر على نقاط مشتركة العصور على النقاط المشتركة هو أحد أقدم الوسائل المستخدمة في بناء التواصل الإنساني قد تكون هذه النقاط أي شيء يخطر ببالك كالإنزعاج المشترك من الجو المطر أو الاهتمام المشترك بنوع معين من الفنون أو الموسيقى مثل هذه الأمور ستجعل الطرف الآخر يشعر بأنه مرتبط بك على نحو الماء ويمكنك بعدها الاستفادة من هذه المشاعر في بناء الثقة المتبادلة التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر الإقناع فلن تتمكن من إقناع أحدهم بأمر ما إن لم يكن واثقا بك من فنون الإقناع أن تبين للطرف الآخر كيف يمكنك أن تخدم ليكن همك في مسيرة إقناع الطرف الآخر أن تشعره بأهميتك بالنسبة له وبحاجته إليك وأن لديك المنفعة التي يطلبها بين له في وضوح وصدق كيف يمكنك أن تساعده في حل مشكلاته أو تساعده على حسن اختياراته أو تعاونه على تخطي المشكلات التي يمر بها من فنون الإقناع استخدام السرعة المناسبة في حديثك مع الشخص الذي تحاول إقناعه هل لحظت مدى سرعة مندوب المبيعات في الحديث؟ وهل سبق لك أن تساءلت عن السبب وراء ذلك؟ تشير عدد من الدراسات إلى أن التحدث بالسرعة يزيد من نسبة اقناع البعض بما تقوله ولكن هذه ليست الحال على الدوام ولكن هذه السرعة في الحديث ليست على إطلاقها فهناك قاعدة السرعة في الحديث عندما تشعر أن الطرف الآخر سيعارضك الرأي على الأرجح اجعل حديثك أسرع أما إذا كان يبدي اتفاقا معك فأبطئ في الكلام تفسير هذا الأمر كالتالي عندما تتحدث بسرعة فأنت لا تعطي للشخص الذي أمامك وقتا كافيا للتفكير في كلامك وتزيد بذلك من فرصتك في إقناعه أما في حال كان الطرف الآخر يملك استعدادا للإقناع بما تقوله له فالتحدث ببطء سيطيح له مراجعة كلامك في رأسه وإقناع نفسه بنفسه من فنون الإقناع المهمة أن تستدرج الطرف الآخر لكلمة نعم استدرج الشخص الآخر لقول نعم بسرعة إن سر أسلوب السكرات كان يرتكز على استدراج الشخص الآخر لقول كلمة نعم فعندما تخوض نقاشا مع أحد لا تبدأ بالسرد الأشياء التي تخالفه فيها الرأي بل ابدأ بتأكيد الأشياء التي تتطفق معه بشأنها واستمر في التأكيد أنك تسعى للهدف الذي يسعى هو إليه وأن الفرق في طريقة التنفيذ وليس الهدف يعني هدفكما واحد اجعل الآخر يوافقك الرأي وحاول أن تثنيه عن التفوه بكلمة لا لأن من طبيعة السلوك البشري أن الجواب بالنفي هو من أصعب العقبات التي يمكن التغلب عليها فعندما يجيب بلا يفرض عليه كبرياؤه أن يبقى مصرا عليها ولو شعر أنه مخطئ فكبرياؤه يأبى عليه الاعتراف بخطأ وحالما يتفوه بشيء يجب عليه أن يحافظ عليه من فنون الإقناع أن تتحدث عن الجوانب الإيجابية والسلبية في وجهة نظرك نقش معهم السلبيات المحتملة لوجهة نظرك ثم وضح لهم بعدها كيف تسعى للتغلب عليها سيصبح الآخرون أكثر اقتناعا بكلامك حينما يلحظون أنك تدرك احتمالية الخطأ فيها لأنك في هذه الحالة قد وضحت لهم بطريقة غير مباشرة أنك درست جميع جوانب القضية وأنك مستعد لجميع الاحتمالات أن تختار طريقة التواصل المناسبة هذا فن آخر من فنون الإقناع وهو التواصل الذكي الفعال إن قدت رجلا ترغب في إقناع رجل آخر لتعرفه جيدا بأمر ما فإن الأفضل هنا أن تتواصل معه بشكل غير شخصي كأن ترسل له بريدا إلكترونيا مثلا ذلك أن الرجال وبشكل عام يميلون للشعور بروح المنافسة خلال عملية التواصل الشخصي الأمر الذي يجعلهم يحولون حوارا طبيعيا إلى مسابقة لا بد لهم أن يفوزوا فيها والعكس صحيح فيما يتعلق بالنساء فهن يركزن أكثر على بناء العلاقات المشتركة لذا من الأفضل التحدث معهن شخصيا عند محاولة إقناعهن بوجهة نظر معينة مخاطبة الآخرين بأسمائهم من أهم فنون الإقناع ومع ذلك فهو أمر بسيط للغاية لأن عقلنا الباطل يستجيب لا إراديا حين سماع اسمنا ويصبح أكثر تجاوبا في الحوار احرص على مخاطبة الطرف الآخر مستخدما اسمه بطريقة ذكية تمنحه شعورا كافيا بالرضى ليغتنع بما تقول ولكن من دون أن تبالغ في ذلك تقليد حركات الطرف الآخر شفن بالغ الروعة من فنون الإقناع فلا تتم عملية التواصل من خلال الكلمات وحسب ولكن تلعب لغة الجسد دورا مهما وكبيرا للغاية فيها ويمكن أن تكون مفتاحا أساسيا للتأثير في الآخرين وفي إقناعهم هناك في لغة الجسد ما يعرف باسم خدعة المرآة ماذا تعني خدعة المرآة؟ تعني أن تقلد لغة الجسد التي يستخدمها الطرف الآخر بطريقة ذكية غير ملحوظة مما يسهم في بناء رابط خفي بينك وبين هذا الشخص ويزيد من فرص اقتناعه بما تقول لنفترض أنك تجلس مع أحدهم وترغب في إقناعه بخدمة معينة تقدمها له وأن نقول مثلا أن هذا الشخص قام بحركة معينة قضم يديه معا على سبيل المثال يمكنك تقليد هذه الحركة بعد عدة لحظات من قيامه بها مع الحرص على فعل ذلك بطريقة عفوية لا يلاحظها الفت انتباهه إلى أمر ما أو ابدأ جملة جديدة وقم بتلك الحركة لحظتها هكذا فأنت قلدته واستخدمت لغة جسده دون أن يشعر ودون أن يبدو الأمر غريبا عليه يمكنك تقرار هذه العملية عدة مرات خلال تحدثك مع هذا الشخص لكن لا تبالغ فيها ولا تقلد التصرفات السلبية التي يقوم بها مثل نظر أحدهم إلى ساعته عند شعوره بالملل أو تصفح الهاتف أو غيرها من فنون الإقناع أن تتحدث بشكل واضح مع الطرف الآخر ينبغي التحدث بشكل واضح ومفهوم لضمان وصول الرسالة بشكل أكثر فاعلية فاستخدم لغة سليمة يعرفها الطرف الآخر وتكون مخارج حروفك صحيحة لا تتقعر في الكلام معه لا تستخدم لغة أو لقنة أجنبية تشعره بالدنية أو تجعله لا يفهم ما تريد قوله حاول أن تكون لهجتك ولغتك قريبة من مداركه بإسلوب سهل ويسير حتى لينقطع الاتصال بينكما من فنون الإقناع إثبات صحة الحجج يجب التأكد من أن الحجج المطروحة صحيحة ومدهومة بالأدلة والأسس القوية لأن هذه الحجج والبراهين هي التي تسعى من خلالها لإقناع الطرف الآخر بما تريده منه فإذا كانت تلك الحجج جواهية وضعيفة أو لا أساس لها من الصحة فأنت كمن يحرص في البحر لن تصمر محاولاتك في الإقناع ولن تجني من ورائها إلا الفشل فما بني على باطل فهو باطل لعل من أهم فنون الإقناع أن تحافظ على هدف واضح أثناء محاورتك مع الطرف الآخر في محاولة إقناعه بما تريد وذلك بأن تربط الحديث بالنقاط الرئيسة والحرص على أن يكون الهدف واضحا أما أسلوب اللف والدوران فهو أسلوب مكشوف لا ينخدع به إلا الأحمق قد يجاريك ظاهرا فيما تقول ثم يوليك ظهره في نهاية الأمر لا بد أن تكون وسيلتك في الإقناع قائمة على الصدق ومدعومة بالحجج القوية وواضحة المعالم والحدود حتى تستطيع أن تصل إلى الآخرين من أقصر طريق موسيقى